موسيقى كنا عايشين في حي الخالدية عامل سائق تاكسي والحمد لله وعندي طفلين حلا عمره 9 سنين وسامر 8 سنين بلوعك حالي طبعا الله هي لوكسونمور بلد ممتازي بس مش كلتا بتتعدد باللغات ثلاثة هي الفرنسي والألماني واللوكسنبورغي فأولاده الحمد لله مستعبلين التعليم ومنفتحين وأزقي ورحنا على المدرسة ومتابع أوراقهم فالحمد لله جيدين ونأمل أن نكونوا للأفضل تعليمين أفضل الله هي حياة المدرسة عند الأطفال ممتازة جدا والأساتسي أنست حلا وأنست سامر من أربع الأنسات طيبين والرعاية التامة لأول أطفال منهم في التعليم بحالة جيدة أنا مستغرب كيف تعليمهم حالة مبهرة أول ما أجينا على لوكسنبورغ الأولاد كثيرا فرحوا خاصة ساعة إجانا الخبر من أن ينتل على لوكسنبورغ فرحوا وساعة الفاتوا على المدارس وحبوا أن يعدوا بالمدرسة أكثر ما يجوا على البيت أن يتعلموا وصار عندهم مستقبل يقولوا لأماما أنا أريد أن أتعلم فرنسا بعدين أتعلم لوكسنبورغية والألمانية وطلع دكتور صار أنه عندهم أمل وحالوا بالحياة والفرح وعايشين مبسوطين بفيقوا بكير يحالوا وروحوا على المدرسة الساعة يجوا على البيت ويزعلوا أن يدشروا المدرسة ويحبوا أن يعدوا معرفقاتهم والآنسات وخلصوا من جو الألأ والحربة هناك كانوا عايشين بخوف كل يوم يتخيلوا أن يموتوا وأنه في رصاف فوقهم ومقصف هنا لقوا حياة غير شكل مبسوطين ومرتاحين صار عندهم أمل مستقبل أن يطلعوا بالمستقبل إن شاء الله دكاترة إن شاء الله المستقبل جاي وبدأ بالبداية يتعلم لغة وأمن على الأولاد يتعلموا اللغة لكي نتأقلم مع الحياة الحلوة اللي هون تابع عمل وشوف طريقة الشغل كيف هون والبرامج بتاعة أوروبا وبدأ شوق طريق لكي أحمي نفسي وأحمي أطفالي من مشقة الحياة لأن تعتمد على الأشخاص الآخرين صعب تعتمد على نفسك لكي تطلع من نقطة لا شيء والحمد لله المستقبل الجاي إن شاء الله وننتبه على أطفالنا وأهم الشيء إن شاء الله شكرا 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 ترجمة نانسي قنقر